تعد جبال الملح بمدينة بورفؤاد وجهة جديدة للسياحة المصرية وتسويق مختلف للطبيعة حيث تتميز بلونها الأبيض الناصع وتتخذ مساحة واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالية كما تتميز جبال الملح بعدد من الفوائد من بينها سحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان فهي تشبه جلسات العلاج الطبيعية حيث يمارس شباب رياضة التزلج على جبال الملح مثل ما يحدث في أوروبا جبال الملح في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد قصة سياحية يرويها العالم هي عبارة عن مجموعة جبال كبيرة تتميز بلونها الأبيض الناصع وتتخذ مساحات وسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالية على أول مرة أجي هنا جبل الملح بصراحة حاجة جميلة جدا يعني مشتشف لكده يعني فكرة أنها عاملة زي جليب بالضبط أنا أول كنت بشوفها بحس أنها جليب ما بكنت بحرق بحس أنها تلجي لحد ما شفتها أصبحت جبال الملح بمدينة بورفؤاد وجهة سياحية للسياحة المصرية وتسويقا مختلفا للطبيعة حتى باتت توصف بجبال الجليد الخاصة بمصر الوصول لجبال الملح يأتي عبر قناة السويس ومنها إلى منطقة الملاحات حيث تحتل المدينة المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع وتعد منافسا لجبال الجليد في أوروبا والله أنا شايف أن البرسعادية بيصنعوا المستحيل البرسعادية اللي بيروجوا للأماكن اللي عندهم بنفسهم لما البرسعادية أول سيشا نزل هنا العروسة وعريس من جبال الملح ويجوا تصوروا وبعد كده حطوا صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما من هنا بدأت جبال الملح كلها مكان سياحة من أهم فوائد جبال الملح سحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان فهي تشبه جلسات العلاج الطبيعي حيث يمارس الشباب التزلج على جبال الملح مثل ما يحدث في أوروبا هذا ويحضر الزائرون من جميع المحافظات لمشاهدة جبال الملح والاستمتاع بالأجواء الشتوية الأوروبية الرائعة ويلتقطوا الصور وهم يمارسون التزلج على جبال الملحات ببور فؤاد ترجمة نانسي قنقر